السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين وأهلا بكم في حلقة جديدة من بردمجنا خير الكلام مع الشيخ عصام النهاردة حلقة هبصت فيها إزاي أعرف أنا عندي سحر يعني كل الناس بتعاني من المشاكل ففي حاجات عارفينه وفي حاجات بيجهلوها فأنا النهاردة جاي أقول إزاي تعرف أنك عندك سحر وإزاي تعالجه وإزاي تعرف مين اللي سحرك هبدأ النهاردة بسحرين اللي هو سحر تعطيل الزواج والسحر تعطيل الإنجاب لأن دول أكتر أسئلة بتسئل فيها طول ما أنا ماشي في الشارع أو حد بيجيلي مكتبي أو كده بيسألوني دايما عن سحر تعطيل الجواز أو بما دارج العنوسة يعني وسحر تعطيل الإنجاب هسام الله بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ حلقتنا النهاردة الأول طبعا بيقول في داكة أبي وأمي رسول الله أرجو من كل المسلمين على بقاع الأرض يشياروا الحملة اللي هي المنصرة لرسول الله والدين الكريم بمقاطعة جميع المنتجات لجميع الدول وجميع الأفراد اللي بيسوق رسول الله عليه السلام بنبدأ النهاردة بحلقة إزاي يعرف أنه عندي سحر واحدة بنت جميلة من أسرة قويسة من مركز مرموق أو إنسانة عادية وصميتها قويسة ما بتجلهاش عريس أو يجي العريس يتكلم وبعد ما يتكلم يمشي ومرجعش تاني أو ممكن يتكلم من بره البيت وما يدخلش البيت طيب هل أنا عندي سحر؟ يعني هل كده أنا أبقى عندي سحر؟ ولا ممكن أنا مثلا صريطة اللسان وجراني أو أغدين فكرة وحشة عني فبيقولوا للعريس لا إيه بعد لك ده الناس وحشة لو كنت أنا مش صريطة رسان مش يعني إنسانة متربية وعلى قولك ومبيحصل معي كده وما بيجيليش عريس يعني إحنا بنقول إيه بنبعد السبب الأساسي إن أنا صمعيتي وحشة أو إن أنا أسرتي وحشة أو كذا فده السبب إني ما جيليش عريس طب لو أنا صمعيتي قويسة ومتعلمة ومتدينة وأخلاق حلوة والناس بتحبيني وبيجيليش عريس هل أنا معمولي سحر؟ هقولك بمنتهى البساطة تقدر تعرفي أنت معمولك سحر ولا لأ من ثلاث علامات أول حاجة أنا هلجأ الله سبحانه وتعالى وهتوضى قبل منام وهقرأ فتحة الكتاب وهقرأ كلهو الله أحد واحد وعشر مرة فتحة الكتاب مرة وكلهو الله أحد واحد وعشر مرة وبعدين هقوله اللهم قرني ما تعبني من خلقك وتنامي تنامي على وضوء ممكن بفضل الله من أول يوم تشوفي رؤية أني أنت مسحورة جيلك علامات تدلك أني أنت مسحورة أو أني أنت تشوفي زي حلم حد بيعملك حاجة فلانة شكلها جيلك بتتفلك حاجة بتأكلك حاجة بتشربك حاجة فعرفي أن الإنسان دي طبيعي بتعملك سحر طيب ممكن ما يجليش النهاردة أنا بوصل عليها 21 يوم بقرأها 21 مرة وبوصل عليها 21 يوم وكل مرة بقرأها أكون على وضوء وصل على قاتل لله وبعدين بقول اللهم قرني ما تعبني من خلقك وما نامي ده عدى 21 يوم طيب جت للرؤية النهاردة بكرة خلال 21 يوم جت للرؤية عايزة فق السحر ده ممكن أنا بنفسي قرق نفسي هروح عند أي عطار جنبي في المنطقة واجيب حاجة اسمها حرمل الحرمل ده من أشهر البخورات اللي بتعالج سحر العنوسة بجيب الحرمل ده بوله على البخور باتبخر بيه ببخر المكان لنا فيه يعني وبقرأ فتحت الكتاب وأول سورة البقرة وقاية الكرسي وآخر سورة البقرة سبع مرات سبع مرات سبع مرات ان شاء الله رب العالمينه طبعا أيات الروكة الشرعية لطبيعنا صفحتي هيلقي الحاجات دي موجودة كلها ده علاج وقائي ممكن أقرأه قبل ما حصل السحر وممكن أقرأه بعد يفك السحر اللي علي ده أنا يعني ممكن أعمله النهاردة وربنا تقبل وتفكر ممكن أعمله بكرة بدوم عليه يعني أنا دوم عليه لحد محالي يتحسن أو اللي عنده أي استفسار أو مش عارف يعمل كده هيتصع علي على 011 0333771 0333771 رقم اللي قدامكم على الشاشة ده استشارات مجانية طبعا استشارة الواجهة لا بقولك العلاج تتعالجي ازاي ولو في حاجة صعبة مش تعاف تعملها أنا بعملها لحضرتك دي دي نمرة واحد إن أنا أول حاجة أنا عايز أعرف مين اللي عمل لسحر أو أنا مصحورة لا فإحنا قلنا هنقرأ الآيات دي وواحد وعشرين مرة لمدة واحد وعشرين يوم طب هل في علامات مش محتاج أن نعمل كده في علامات ظاهرة بالدل إن أنا فعلا معمول لسحر آه في ثلاثة علامات أول حاجة تسقط الشعر شعري أقول منهم ألاقي شعري بينزل في المشت كده بغزارة واحد يقول لي معظم البنات بينزل شعره لا أنا بتكلم بينزل يعني أول مبارح أنه كنت قويسة شعري بينزلش كده فجأة ليه شعري بينزل بغزارة دي أول علامة علامة تانية دايما ألاقي هنا في العضلة بتاعت إيدي أرصى حد علامة زرقة كده في إيدي أو في رجلي بعض الناس يقول لك إيه ده زعل لا ما فيش حاجة اسمها زعل ودي بتبقى أماكن خروج ودخول الجانفة بيعمل الأثر ده علامة زرقة أو بنية على إيدي أو رجلي نمرة الثلاثة أبعد في الحمام فترات طويلة قوي حتى أنا أعيز أقوم ومش أعرفه زكار راجل أو ستة أنا أعيز في الحمام مدة طويلة جدا ومش قادر أقوم الناس بيلحظوا علي أن أنا أبخش الحمام بغيب قوي في بعض الناس بتغيب في الطبيعي بس مش لدرجة المسحور دايما بيغيب في الحمام فترة كبيرة جدا طيب العلامة الرابعة ودي مهمة جدا بس دي بتختلف بقى بتبقى مش سحر في حاجة اسمها جان عاشق بحس بممارسات غريبة بتحصل معي أو نايم إذا كان راجل أو ستة خصوصا الستات بتحس إن في ممارسة جنسية بتحصل معها وهي نايمة ده بيكون راجع اللي في حاجة اسمها جان عاشق جان العاشق ده بيبقى جان مسيطر على المريض أو الحالة بيعملها معاملة الأزواج فدي لو مثلا قررت مرة أو مرتين بيقول دي مثلا أحلام عدية إنما لما تبقى كل يوم والمدة طويلة يعني أنا أنام جرد ما نام ألاقي نفسه بيحصل معي كده أعرف إن ده حاجة اسمها جان عاشق طيب أعمل إيه من الحالة دي بالذات يعني دي لوحدها ليها باب لوحده دي أعمل إيه لازم أنام على طهارة كل يوم اللي بيصاب بحاجة زي دي يعمل إيه عشان أتخلص منها ينام على طهارة ويدهن إيده بالمسك ويمسح بيها جسمه كله بعد ما يقرأ آية الكرسي والمعوزتين وطبعا كله الله أحد وكاتيحة الكتاب ويمسح بيها جسمه كله خصوصا الكبر والدبر وينام وتوكل على الله بإذن الله عمره طبعا أهم حاجة يدهن مسك كويس ويدهن جسمه كله طب أنا ما بحبش ريحة المسك ما عليش استحمليها فيه حاجة كتيرة ما نحبهاش وبنتطر نعملها ده بيحفظك أن ما يقدرش الجان يعمل معاك حاجة زي كده أثناء النوم أو زي ما قلته اللي مش عارف أو فيه حاجة تايها عنه أو أنه مستصع بالحاجة دي أو خايف يكلمني وأنا أقول له هيعمل إيه أو أنا ممكن بإذن الله أعالجه من الحالات دي دي بالنسبة للعنوسة فيه المشيق التاني أن العريس بتكلم من برا يعني إحنا البنت سليمة وكويسة وكل حاجة ما فيش أعراض من اللي أنا بقولها دي خالص بس العريس بيتكلم من برا وما بيتخلش يعني ممكن يكلم صاحبتي أنا بحب صاحبتك وعزة أتقدم له طول ما هو برا حلوة جدا مجرد ما داخل البيت يحصل له خنقة وقفضة ويمشي يبقى العب مش في الإنسانة يلعب في المكان حد عاملت سحر اسمه سحر مكان إن أنا عاملها سحر بس السحر ده على إنه محدش هي وخطوبها هنا فممكن مثلا تروح بيت خالها بيت عمها بيت جدها بيت حد من قريبها تتخطب هناك زي الفلد بس مجرد ما تخش البيت ده هي وخطوبها بتحصل فركش ده اسمه سحر مكان ده علاجه بنجيب ملح خشن الملح اللي هو اسمه ملح بحر أو ملح خشن وبنجيب الحرمل ده وبنجيب شيح الملح الخشن والشيح بتحطوا في الأربع أركان نعمل كيس كده أربع كياس الركن ده والركن ده والركن اليمين والركن الشمال بتعلق فيهم الشيح ده وبنجيب بخاخة شواطمية وبنقرأ عليها آية الكرسي 21 مرة والمعوزتين والقلائل وبنحط الميا دي في بخاخة وبنبخ بيها الأركان بتاع البيت بعد صلاة الجمعة من الجمعة للجمعة يعني سبع تيام من بعد صلاة الجمعة ان شاء الله ده بتطهر البيت دي الحالتين الشيعين قوي في أن البنات ما تتجوز أو أن بتتعطر البنات على الجواز اللي بينطبق على البنات هو اللي بينطبق على الرجال نفس الحكاية وتلاقي ولد شاب ومتعلم وموسيم وعلى قلق وكل حاجة ويقول لما روح لبنتي يطرفت بيبقى نفس الحالات اللي أنا حاجيتها على المنت يعني ده بينطبق على الزكور والإنس طيب الحاجة الثالثة والمهمة أو التانية اللي هتكلم فيها النهاردة سحر الأرحم في بعض مثلا واحدة دخلها سكنة ببيت عيلة وسلفتها أو ضرتها أو حد من قريبها أو أي سين من الناس مش عايزها تخلف فبيعمل لها سحر اسمه رابط رحم يعني يجي الزوج يعشرها تروح للدكتور تلاقيها هي سريمة ما عنداش أي مشكلة والزوج سريم ما عندوش أي مشكلة وبعدين ما يحصلش خلفة ده طبعا إرادة ربنا تسبق كل شيء يهب المنشأة ناس ونعيش منشأة ونعيش منشأة ونعيش منشأة عقيما إرادة ربنا تسبق كل شيء بس احنا بنتكلم في الطبيعي الحاجة المنطقية يعني أنا سليم ومراتي سليمة ففيه ايه مش بخلف ليه أنا كويس عندي حيوانات منوية عندي نشاط عندي كل حاجة الحمد لله كويسة وما فيش حاجة بيتم لي خالص يعني أنا جربنا كل حاجة حتى فيه ناس بتجرب تعمل طفلة أنابيب مرة واثنين وثلاثة رغم أن هي سليمة والزوج سليم ومرة واثنين وثلاثة يعمل طفلة أنابيب مفيش حاجة ده اسمه سحر ربط رحم السحر ما بيستقبلش الحيوانات المنوية يعني مفروض الحيوانات المنوية بينزل من الزقر يوصل للأنسة يخش المبيض يخش على قناة يوصل للبويضات ويحصل تلقيح لا ده من على باب الرحم بينكب بره يعني ببصة في بعض رجال بطلد ده بشوف المنية بتاعي بينكب بره هو ده بيبقى اسمه سحر ربط رحم أو السحر التاني أني أنا بموت الحيوان المنوي اللي هو السحر طبعا مش أنا أنا أعوذ بالله السحر اللي جاء له الشخص ده بيموت الحيوان المنوية في الزوج الزوج نفسه يجي يقوله أنت الحيوانات المنوية عندك كتير قوي بس ميتة طيب أنا بعمل تحليل بعمل فحصات بلاقي ما عنديش سبب لأن الموضوع ده يموت الحيوانات المنوية يعني أنا صحيتي كويسة الفيتاميات عندي كويسة كل الهرمونات عندي سليمة يبقى ما فيش سبب لموت الحيوانات المنوية يبقى هنا فيه سحر بيموت الحيوان المنوية في قلب الخالية بتاعته عند مجرد ما ينشأ يموت فيه حيوان منوية أو فيه كتير حيوان منوية 20 مليون و50 مليون و100 مليون و300 مليون بس يمزروا ميتين فده برضو بيبقى سحر طالما إحنا لجأنا الدكتور الأول اللي هو المختص وقال أنت ما عنديش مش شايف لك سبب يخلي الحيوانات المنوية تموت فده سحر هنتخلص منه إزاي هنجيب هنجيب حاجة فيها مياة حلت مياة مثلا وهنقرأ عليها آية الكرسي سبع مرات والمعوذتين سبع مرات وبعدين هنحط فيها بزر رجلة بزر رجلة العادي جدا ده من عند أي عطار ولو يفضلوا الرجلة الخضر الرجلة اللي هي بتطلع مع الملوخية دي لو حد ما يعرفش الرجلة في نبتة تطلع مع الملوخية كده اسمها رجلة هتتخرط زي الملوخية إذا كانت خضرة هتتخرط زي الملوخية وتتحط في المياة بينها وما فيش سقف ما يكونش فوق منها سقف إخواننا الفلاحين بقولوا علي تتندق أو تتنجم تبات الليلة دي وبعدين تاني يوم الصبح يستحم بيها الزوج والزوجة يشرب منها كوباية مية بعد ما تصفها من الرجلة يشرب منها كوباية مية على الريق أول حاجة تخش معدته والزوجة كذلك وبعدين يستحموا بيها برا الحمام والمية اللي تفضل تترمي بعيد عن الرجل يعني ما كان تترمي في زرع أو في مية جارية بعيد عن الرجل وإن شاء الله بإذن الله ده علاج مجرب ومضمون جدا طبعا مع البخور هيكون فيه بخور جاوي وفيه حرمل يعني بعد ما بخر بالجاو هحط عليه حرمل الحرمل ده رخيس مش غاري والجاو رخيس مش غالي يعني أي استشارات على رقمي الموجود على الشاشة 00331771 أنا بقرر الرقم لإن فيه بعض ناس من أهلينا ما يبعرفوش يقرره فأنا بقرر الرقم دايما على القناة عشان لو حد محتاجني يبقى سهل العليل الوصول ده سحر تعطيل الأرحام فيه حاجة تاني الستة تحمل وتسقط ده شايع قوي تيبوصل للشهر الرابع أو شهر معين الرابع أو الخامس وتسقط ده اسمه سحر ربط رحم الجنين محتاج لما ينمو الرحم بيكبر معاه عشان يستوعب قبر الجنين يعني الأول بيبقى مضغة وبعدين علاقة وبعدين يكبر يكبر فالرحم لازم يكبر معاه عشان يستعيبه لا الرحم بيجي عند حاجة معينة وبيقفش أنا آسف يعني ما يكبرش خلص هو ويقف على كده مش عايز يكبر عن كده فطبعا الجنين بيحصله اختناء فبيموت فبتسقط طولي يا دكتور أنا بجي الشهر الرابع بالزبط واسقط أو بجي الخامس بالزبط واسقط أو بجي التاسع يعني في حالات كتيرة وطولي أنا يجي حد قبل الأسبوع الولادة ويحصل سقط اتقرر مرة واثنين وثلاثة واربعة وقبل الولادة على طول يحصل عندي سقط ده حلو إن شاء الله رب العالمين بجيب شيح بابونج الشيح العادي اللي احنا بنشربه ده وأجيب مسك أحمر وأدهن الشيح بالمسك عبارة عن كيس صغير كده وبحطه على بطني بربطه بحاجة أو بلزقه بحاجة على بطني من فوق الرحم كده بشوية وبقرأ صورة الزلزلة سبعة وسبعين مرة إن شاء الله بإذن الله ده يفق الربط الرحم ده في الحاجة تاني سحر المكان بقى يعني احنا اتكلمنا في سحر العنوسة وسحر عدم الإنجاب هنتكلم في سحر المكان اللي هو واحد اشترى بيته من ساعة ما دخل البيت ده وهم حياتهم كلها نكت فيها مشاكل مشاكل الخناء من ده مكروه من جرانه اتبدل حاله وهو كان في البيت القديم يمكن يكون أقل من ده ممكن يكون أوحش من ده بس كانوا مستريحين جدا من يوم ما نقلوا البيت الجديد ده وهم حياتهم فيها مشاكل كتير قوي أو واحد اشترى دكان أو محل أو سوبر ماركت أو مطعم أي نشاط تجاري وعنده أحسن مضاعة وعنده أحسن سعر والتاجر اللي جنب منه بيبيع وأنا ما ببيعش الزبون يبقى جاي بيقول لي يا ايه داخل عندي كده رح محاول داخل على اللي جنبي وارد بيحصل كده لو أنا صمعت وحشة وارد يحصل كده لو أنا ببيع بضاعة أغلى من السوق وارد يحصل كده لو أنا ببيع بضاعة منتهية الصلاحية أو فيها عيوب فالناس عرفت عني إن أنا منتجي مش كويس فطبيعي مش هيقولي طب لو أنا ببيع بسعر زي زي اللي جنبي وببيع منتج نفس اللي عند اللي جنبي اسمه سحر تعطيل الأرزاق أو سحر تعطيل المكان هنبدأ بحكاية الشقة اللي احنا جبناها أي مكان بتبني جديد خصوصا لو كان مهجور يعني تبني قاعد فترة كبيرة محد يسكنه بيسكنوا الجان انت عارفين الجان عددنا عددهم يفوق عددنا مئات المرات أو ألفات المرات يعني فأي مكان هما بيسكنوا في الخراب دورات المياه الله يعزوكم والأماكن اللي فيها خراب يعني أي بيت مهجور أي مكان أي أرض خلاء بيسكنوها طيب أنا خدت البيت أنا مش هستنى لما يحصل لي كده أي حد بياخد بيت جديد يشغل فيه سورة البقرة باستمرار لمدة سبع ليالي ويفضل تبقى على طول طبعا سورة البقرة جميلة جدا بتقينة من كل لأن سورة البقرة دي فيها كل اللي يخص الإنسان من عبادة موجودة في سورة البقرة فأقرأ سورة البقرة لو بصوتي أفضل أنا مش قادر أراها كلها آخر خمس آيات في سورة البقرة آمن رسول بسم الله الرحمن الرحيم آمن رسول وإنزل ليه من ربيه المؤمن كل آمن بالله وملكته وكتبه ورسله لان وفرقوا أن أحد من رسله وقالوا سمعنا وقطعنا إلى آخر الآية الآية الخمس آيات دول فيهم كل الأدعية اللي احنا عايزين لهم فيهم كل الوقاية اللي احنا عايزين لهم يقدر يقراها في اليوم على قد ما يقدر عشر مرات عشرين مرة تلاتين مرة وأهم حاجة يتصدق بنية صدقة عن بيتي الجديد والصدقة تقول لي محتاج اللي هو بيكون الجنيه هيسعده يعني أنا ممكن أقدر واحد مئة جنيه وهو معه ألف مش هيحس بتعمه ممكن أقدر واحد جنيه وهو هيجيب بيرغيف حاف هيكله هيشبعه هيسعده سعادة جمعه فاحنا نبحث عن إيه اللي محتاج الصدقة والأقربون أولى يسألونك ماذا تنفقون كل ما أنفقتم فالأقربون أولى يعني تشوف أنا ماروحش أدي الغريب وعندي أخي أجعال مثلا أو عمي أو ابن عمي فكل ما يكون زي القربة بيبقى أفضل إذا ما عنديش حد من زي القربة بشوف من الجران إذا ما عنديش حد في الحي بشوف الحي اللي جنبي يعني الأقرب فالأقرب فالأقرب أنا اتكلمت النهاردة في ثلاث حاجات اللي هو سحر العنوسة وسحر الأرحام وسحر الأبدان إن شاء الله لحلقات الجاية هتبقى عن طلبكم منكم يعني الاتصالات اللي هتجير كتير عن موضوع معين هو اللي هتكلم فيه إن شاء الله اللي عايز أي حاجة هيتطسع علي إنه احنا قلنا للإستشارة مجانية الواجهة لا تليفون 00331 771 وأنا تحتعملكم في أي استفسار من ساعة عشر صباحا إلى الساعة عشر مساءا بإذن الله وإن شاء الله ربنا ما يوركمش حاجة واشي أبدا من أي أسحار ولا أي أزاء ويحفينكم مشياطين الإنس والجن وإخذ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد محمد أشرف خلق الأجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته